أهلا عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام معنا في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء وسط أجواء من الاهتمام والحماس أطلقت قناة الموريتانية سلسلة من الدورات التكوينية لصالح صحفيها وأطقمها الفنية ومدير مكاتبها الجهوية استعدادا لتغطية الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تهدف هذه الدورات إلى تعزيز القدرات واكتساب المهارات الضرورية لتحسين خبرات العاملين بالقناة وتزودهم بالمعارف المتجددة بما يمكنهم من تقديم تغطية تلفزيونية محايدة ومهنية هذه الجهود تسعى من خلالها قناة الموريتانية إلى تعزيز دورها الإعلامي والتثقيفي في المشهد الإعلامي الوطني خاصة خلال هذا الحدث الوطني الهام وفي هذا السياق نطرح مجموعة من الأسئلة للنقاش فما هي الأهداف الرئيسية لهذه الدورات التكوينية وكيف تساهم هذه الدورات في تحسين تغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقبلة وما هي أبرز الموضوعات أو المواضيع التي تم تناولها في الدروس النظرية والتطبيقية وما هي التحديات التي تواجه الصحفيين وأطقم القناة في التغطية الإنتخابية معي لنقاش هذا الموضوع كل من السيد سعد ناول لحمل لياي مدير التكوين والتعاون بالتلفز أهلا وسهلا بكم سيد المدير معي كذلك دكتورة صفية سيدي حبابة أستاذ علامية ومكونة في هذه الدورة أهلا وسهلا بك دكتورة صفية إذن سينضم إلينا أيضا من مدينة أطار زميل الفاغة ول الشيباني مدير مكتب القناة بولاية آدرار وأحد المستفيدين من هذه الدورة أهلا وسهلا بكم الفاغة سينضم إلينا كذلك من مدينة نواذبو زميل الشيخ والحميدي المدير المساعد لمكتب ولاية داخل نواذبو وأحد المستفيدين من الدورة التكوينية إذن قبل الدخول في النقاش نبقى مع تقرير تمهيد التالي مع زميل المقبولة العويسي ثم نعود قناة الموريتانية دورتها التكوينية حول التقطية المهنية للانتخابات الرئاسية للعام 2024 لصالح صحفيها وأطقمها الفنية ومدير المكاتب الجهوية يستهدف هذا التكوين تعزيز القدرات واكتساب المهارات الضرورية لتحسين خبرة العاملين بالقناة وتزويدهم بالمعارف المتجددة للقيام بتغطية تلفزيونية محايدة ومهنية وعلى هذا الأساس تم تقسيم المستهدفين إلى مجموعات عمل يقدم خلالها المكوينون دروسا نظرية وأخرى تطبيقية تعنى بالتعريف بالمبادئ الأساسية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية بالاعتماد على الموضوعية والحياد والنزاهة والتوازن خدمة للمصلحة العام كما شملت العروض المقدمة نماذج من القوالب الفنية المتبعة في إعداد التقارير التلفزيونية إضافة إلى أسلوب المناظرة التلفزيونية والحوارات السياسية دورات تكوينية تسعى من خلالها قناة الموريتانية إلى تعزيز دورها الإعلامي والتثقيف والمهني في المشهد الإعلامي الوطني خاصة أثناء هذا الحدث الوطني الخاص أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام أهلا بكم وضيوفي الأكارم مرحبا سيد المدير بداية معكم ما هي همية أو الهدف من هذه التدريبات التي انتهجتها قناة الموريتانية خلال الفترة الأخيرة وطبعا أنتم مديرون للتكوين في القناة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على العوة والله والصلاة والسلام كما تعلمون التكوين يمثل الحجر الأساس ويمثل أهميته وضرورته مثلا ما هو منها بنسبة كل مؤسسة خاصة المؤسسات الإعلام وبالتالي حرصا من الإدارة العامة للتلفزة الموريتانية على أن ذا المجال يحظى بالأولوية والأهمية التي يستحق تم تنظيم سلسلة دورات تكوينية انطلقت قبل حوالي سبوع هنا بالعاصمة وفي هذه المرحلة هي أساسا تستهدف المعنيين والصحفيين والبنيين كذلك المعنيين بتغطية الانتخابات المقبلة الانتخابات الرئاسية التي نحن على بعد السابع منها هذه الدورات التكوينية تهدف في الأساس إلى تمكين الصحفيين والبنيين كما قلت المعنيين بالتغطية المهنية للانتخابات تزويدهم بالمهارات والخبرات الأساسية التي تمكنهم من القيام بتغطية الوزيونية تتسم بالشمولية والموضوعية والدقة في ذات الضغط وهي مسألة كما تعلمون ليست بالسهلة لكن ذقتنا بالقائمين على التكوين المكونين زملائنا المكونين ذقتنا كذلك زملائنا الصحفيين ومشاركين في الدورات التكوينية هي الباقع السلسة للدورات التكوينية تقتنى فيهم واستعدادهم اللي أبدأوا إلى الآن من أجل الاستفادة تحقيق أكبر استفادة ممكن من هذه الدورات تجعلنا على ثقة تامة بأن إن شاء الله هذه الدورات التكوينية ستعطي النتيجة المؤاملة منها وهي أن تحود عندنا أطقم صحفي قادرة فعلا على القيام بتغطية تلفزيونية شاملة وتتسم بها على مستوى من المهنية والموضوعية جيد إذن شكرا لكم سيد المدير سنعود لكم في نقاش إن شاء الله أهلا وسهلا بك دكتورة صغية طبعا أنت أحد المكونين ليشاركوا هذه السلسلة الدورات طبعا دورة الأولى انتهت واليوم اتخلت في الدورة الثانية من هذه السلسلة من التكوينة المتعلقة بتغطية الانتخابات برأيك كيف يتم التعريف برأيك كيف تساهم هذه الدورات في تحسين التغطية الإعلامية للانتخابات القادمة بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على النبي الكريم بداية تحية خاصة للموريتانيا لإدارتها العامة لإدارة المديرة العامة التي فعلا أدت بجينة الاهتمام كبير بهذه الدورات وأنها تتبر فترة ستستمر من أجل تحسين مستوى الصحفيين في ترفيزة الموريتانية وأكدت أنه سيكون مركز متقبلي ستستفاد منهم جميع المؤسسات الإعلامية والإعلامية في الساحة أما كيف يستفيد الصحفي ويستفيد الصحفيون المشاركين في الدورة الاستفادة مؤكدة لأن الصحفي اليوم خاصة في هذه الفترة وفترة قرن 21 وفترة التكنولوجيا الحديثة والتقنيات والتواصل الاجتماعي وكثير من الحداثة في مجال الإعلام فلابد أن يتكون الصحفي بشكل مستمر سواء كان هذا التكمين على الكتابة أو على البث المباشر أو على البرامج الحوارية حتى كيف تقضية أي مجال إعلامي كيف يحادث كبير مثل الانتخابات وانتخابات الياسية أصلا في هذا النوع من المجالات نحن نسميه حدث خاص وهذا الحدث الخاص له تقطية خاصة ويجب أن يكون له اهتمام خاص من المؤسسات خاصة المؤسسات العريقة الكبيرة مثل التلفزيون والإذاع وكال الكنباء يجب الاهتمام به بشكل خاص بالترتيبات له كتقطية والترتيبات له كتوزيع فمعناها أنه لا بد من تكوين هذه الأطقم التي ستكون متخصصة في مجال التقطية فلابد أن يكون هناك تأثير كبير لهذا التكوين على هذا الشباب والتمسنا ذلك في هذه الأيام مثلا التمسنا في كيفية النقاش عندما نطرح مواضيع مثلا في كيفية التقطية سواء كانت هذه التقطية تقطية مباشرة كتقارير مباشرة عن كيفية الحملة أو تقرير عن برامج حوارية مثلا سياسية أو أي نوع من التقطية في الحملة التي تحتاجينها أو التقطية حتى في المرافقة المرشحين وجدنا أن الأسئلة المطروحة من قبل الصحفيين الذين يتكونون هي أسئلة فعلا في بلوارتها وفي معناها يدل أن هذا الصحفي فعلا ما يعاني منه كان في التقطية سابقا أو ما يحتاجه سيجده في هذه التكوينات خاصة في الدرد سمعنا في بعض الأسئلة فكانت هناك كثير من الأسئلة تبادل الخبرات تبادل حتى المعاني والأسئلة عن بعض الأسئلة لأنهم فعلا أصبحوا في مجال وفي حمد الله حيز وفي محيط من الوعي الإعلامي الذي أصبح تجده في الشخص نفسه وبعض الأسئلة التي يجد أنها تخصه أو يجد الناس تكمل له فكرة عندها وتكمل له عمل إعلامي عندها وخاصة التقطية اليوم في الحملة الانتخابية أصبحت لها اهتمام آخر خاصة التلفزة المتنية أصبحت لها مكاتب في كل مكان الحمد لله إذاعات كثيرة المؤسسات الإعلامية الموريتانية الكبيرة التي يستند عليها لا أصبحت لها تمثيليات في الملايات هذه تمثيليات تنتدك الكثير من الأهمية بالنسبة للمشترا الموريتانية والتحديات أيضا تلمية موجودة في تلك المناطق فهذه التكبينات أنا أعتقد مثلا أنني أتمست الاستفادة في الشباب خاصة في كيفية الحمد لله تقدير مقبلة وسنجد ذلك له مكانة كبيرة إن شاء الله في البرامج والتعملية التلفزيونية إذن أرد الحياة شكرا لك دكتورة صفية إذن الآن نشرك معنا الزملاء في الداخل نبدأ مع زميل الفاغة والشيباني من ولاية أدرال بمدينة أطار أهلا وسهلا بكم الفاغة ألفاغة أهلا بمساءة الخير لك ولي الضيفين الكريمين ألفاغة ألفاغة حدثنا عن الاستفادة التي وجدت موها في مشاركتكم في هذه الدورة الأولى من نوعها لتغطية الانتخابات الرئاسية المهنية قبل أن أدلف إلى الحديث عن مخرجات هذه الدورة التكوينية أحب أن أشير إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق عام سياق تقوم به تلفزة الموريتانية عن طريق الإدارة العامة ويعني ذلك أولا هو تحسين المنتج الإعلامي وهو ما ظهر من خلال الأيام التشاورية التي نظمتها قناة الموريتانية إضافة إلى أن القناة أيضا تستدف تطوير وترقية المكاتب الجاوية النقطة الثالثة هي هذا الرهان الانتخابي الخاص الذي يحمل أكثر من وجه إذن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق تعزيز قدرات العاملين الصحفيين على مستوى الصحفيين أو الفنيين أو العاملين في البرامج وأخيرا مدراء المكاتب الجاوية هذه الدورة تكتسب أبعاد أخرى وهو أن التلفزة الموريتانية تعلي وترفع من شأن التكوين من خلال مكونين موريتانيين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي أن التلفزة الموريتانية أيضا سعت من خلال هذه الأيام التكوينية إلى ما يسمى بالتجيل وهو خلق علاقة حميمية بين من كانوا ذات يوم يحملون مش على الأخبار والبرامج والإنتاج من خلال وابدين جدد سواء الأمر تمثل في الإعلاميين الشباب أو كذلك معدي البرامج أو على مستوى مدير المكاتب إذن هذه الدورة التكوينية حملت عنوانا بارزا وهو المبادئ الأساسية للتغطية الإعلامية والتي تطلب المزيد من الحياد والمهنية من خلال ما هو متاح للإعلام العمومي في ظل تحديات كبرى تحديات تتعلق بالتغطية الإعلامية وتحديات تتعلق كذلك بالإعلام البديل إضافة إلى التقنيات الجديدة إذن الأيام التكوينية جاءت أولا لتلبي شغف الصحفيين كما تعرفون هي صاحبة الجلالة هذا الحدث الوطني الخاص يحمل أكثر من دلالة إن على مستوى قيمته السياسية ذلك أن النظام الموريتاني الذي هو نظام شبه رئاسي يعطي كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية ومن هنا يكتسي هذا الحدث أهمية خاصة إن على مستوى التغطية وكذلك إظهار وإبراز الفاعلين المحليين ولأول مرة في تاريخ قناة الموريتانية منذ إنشائها ستكون المكاتب الجاوية هي المسؤولة عن تغطية الانتخابات الرئاسية واضح إذن شكرا لكم زميل الفاغة إن شاء الله توضيح كان واضح وينم عن حضور إن شاء الله كنتم حاضرين في دورة التكوين وكنتم أحد المحركين للنقاشات الرئيسية فيها إذن سنعود إليكم لمواصلة النقاش ولكن في دورة نقادي إن شاء الله الآن ننتقل إلى زميل نشاه الحميدي المدير المساعد لمكتب الموريتانية في ولاية داخلة نواذيبو مرحبا بك الشيخ طبعا أنت أحد المستفيدين من التكوين نعم زميل مرحبا بك الزهرة وبضيوفك الكرام أهلا وسهلا بكم الشيخ ما هي الأهمية التي تكتسيها هكذا تكوينات وأنتم طبعا هم الصحافة أو المراسلين الذين تكونوا على المحك مع المواطنين ومع أيضا المرشحين لاستحقاقات الانتخابية بشكل عام الزهرة لا شك بأن التكوين أساسي في كل مجال خاصة في مجال الإعلام الذي يكتسي التكوين فيه محورا أساسيا ونحن أمام انتخابات رئاسية مهمة وذلك يقتضي الكثير من الدقة ونقل الخبر هنا في البداية أود أن أنوه على شيء وهو هذه العناية الكبيرة التي بدأت مؤخرا تريها الإدارة العامة للترفزة الموريتانية للمكاتب حيث بدأت بزيارة أدتها المديرة العامة لمختلف المكاتب الجاهوية أغلب المكاتب الجاهوية حتى الآن لاستماع إلى مشاكلهم وأبرز المشاكل المطروحة وكذلك ما تحتاج لهذه المكاتب ولا شك أن المكاتب كانت تحتاج إلى التكوين وهو الذي بدأت منذ أسبوع الإدارة العامة في العمل من أجل هذا التكوين وكنا قد شاركنا بهذا التكوين خلال الأيام الماضية في العاصمة نواك شوط لا شك بأن هذا التكوين كان يديره ويشرفه عليه خبراء في المجال الإعلامي وهم موريتانيين وخبروا الإعلام المحلي وكذلك الدولي استفدنا الكثير من العامة ومن ضمنها في الخبر وكذلك التعاون أو التواصل مع الهيئات المشرفة على المجتمع المدني وخبراء الدوليين وكذلك اللجنة المستقلة للانتخابات من أجل التدقيق في الخبر وضرورة التريز في كل ما يتم تداوله وفي كل ما يتم الإعداد عنه تقارير يعني هذه الدورة التكوينية شهدت كذلك عروض نظرية متعددة وكذلك في إعداد تقارير لمعاينة مدى مهنيتها وكنا محض يعني أراء الأساتذة المؤطرين وكذلك أكدوا لنا ضرورة الدقة في الخبر وكذلك نقل المعلومة بشكل صحيح لا شك بأنها دورة التكوينية مهمة وقد استفدنا منها الكثير خلال الأيام وهي فرصة لنشكر التلفزة الموريتانية وخاصة لدارة العامة على هذا التكوين المهم الذي أكثر المستفيد منه نحن الشباب الذين نحتاجوا صراحة للكثير من التدريب والتأطير في هذا المجال لنقل الخبر بكل دقة ومهنية وحيال إذن شكرا لك الشيخ نرجع لك مثلا إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى السيد المدير الآن ننتقل المحور المتعلق بمحتوى التدريب ما هي أبرز المواضيع التي تم تناولها في هذا التكوين ولماذا تم اختيار هذه المواضيع دون غيرها بسم الله كما تعلمون الموضوع المحوري والمحور الأساسي في هذه الدورة التكوينية هو التغطية المهنية لانتخاباته التغطية المهنية لانتخاباته عندما تحدث عن هذا العنوان العريض طبيعا الحال تتبرع عنه عدة محاور تتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوع التغطية نحن حريصنا أن التغطية أنها تشمل مختلف الجوانب وبأن الصحفي وكذلك الفني المعني بمواكبة ومتابعة الانتخابات الراسية أن يستفيد من خلال هذه الأيام الأيام الثلاث اللي حالا ما الشو وكذلك الأسبوع الماضي الدورة الأولى اللي عدلنا أن يستفيد من مختلف العروض التي تقدم والتي تعد مغطية مختلف الجوانب العملية الانتخابية الصحفي الميداني هو قد يكون المعني الأول بذلك الموضوع والإشكالات والإكرهات التي تنترحل ميدانيا حاولنا على أن نركز عليها لأن تغطية الميدانية للانتخابات عندها إكرهاتها وعندها متطلباتها الفنية واللوجستية والتي حقيقة تتطلب الكثير جدا من اليقظة ومن الحس المهني لكي يتمكن الصحفي وكذلك الفن اللي معاه سواء كان مصور أو بني صوت أو بني مونتاج يتمكنه بريق كل المرافق بالضبط هو البريق التوبيزيوني كما تعلمون بالنسبة للحملة الانتخابية في العادة يتألف من الصحفي ومصور وبني مونتاج هذا في الحدود الدنيا أحيانا أنه يزيد على هذا يكون معهم مخرج الشاهد على أن الأطقم الصحفية المعنية بالحملة الانتخابية نسعى على أنها تكون عندها الخبرات الأساسية تزود بالمهارات والخبرات الأساسية التي تمكنها أن تتعامل مع الموقف بما يتطلبوا من حرص على إعطاء المتلقي نقل المعلومة الصحيحة نقل المعلومة الصحيحة للمتلقي بطبيعة الحال انطلاقا من الخط التحريري للمؤسسة التي نحن ملزمين به نعمل مؤسسة عمومية عندها خط التحريري التي يحكم عملها لكن هذا لا يمنع أن نتحرى المهنية نتحرى الصدق نتحرى الأمانة تحرى الدقة فيما نقول وفيما ننقل للمتلقي والمشاهد المتلقي بصفة عامة المكاتب الجهوية في هذا المقام تلعب دور أساسي كما أشار بعض الإخوة الزملاء مكاتب الجهوية للترفيزة الميتانية التي الحمد لله هاركاتي غطت مختلف ولاية البطن نحرص من خلال هذه المكاتب أعلننا نواكب الحدث في مختلف ملاطق البلد نواكبه بكل مهنية وبشكل آني نجعل المشاهد المتلقي يعيش الحدث أول بأول هذا طبيعي حالي تطلب وسائل بشرية ولوجستية ما هي بسيطة تلعب الميتاني بصد التعبية كل الوسائل الممكنة والمطلوبة في هذا المجال والغاية والهدف هو أن نحق تغطية تلعبية تتناسب وهمية الحدث حدث انتخابات الياسية كما تعلمون حدث عنده خصوصيته حدث سياسي الأبرز حدث سياسي الأبرز طبيعي الحال في كل بلد ويتطلب مواكبة وتغطية إعلامية خاصة ويتطلب كذلك أطقم إعلامية مستوى عالي من المهنية ومن الخبر والكفاءة ونحن على ثقة بأن أطقمنا الإعلامية وشبابنا أنهم قادروا على رفع التحدي وعلى قيام تغطية الجنة المطلوبة شكرا لكم سيد المدير مرحبا بك مرة أخرى دكتورة فيما تعلق بالمحتوى محتوى التدريب الذي طبعا كنت قائمة عليه تقدمناه للمتدربين ما هي أهم المواضيع التي تناولتها في هذا التكوين ولماذا هذه المواضيع بتحدي هي دورات تكوينية فأقلب الأحيان تكون دورة تكوينية عامة إعلامية القديمة كامل قدمي فيها الإعلاميين لكن نحن هذه الدورة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع حاولنا أنها تعود وحاولت إدارة ملتانة وكان موجهة وفعلاً لها خصوصيته إنها من أجل التقطيع الحيادي المواضيع التي كانت عندنا مواضيع متميزة مع أن نزدناها في أسر من بعض التعميم وبعض التوضيح في بعض المواضيع الخالي التي تتفقدها ما هي عناوين عندنا وغير مطلوبين بأن نعطوها لكن المواضيع الأساسية التي كانت فيها مبادل الأساسية تقطيع الألامية الانتخابات البلدية التي تكون عليها التقطيع الألامية المهنية التي تقوم بمثلا تتمتع به الباب الحياة والموضوعية وخدمة الصالحة العام والشفافية في المعاملة هذه النقاط ضرورية في المبادل الأساسية للإعلام أن تعطيها في هذه المواضيع لتفصل حاملة خاصة أنك تركز في موضوع العبادل الأساسية عن الحاملة أنها تقطية خاصة وأنه حدث خاص وأنه حدث مليء بالأخبار ومليء بالمعلومات وأنه فيه متنافس كبير إعلامي سواء كان في الكتاب أو في طال المعلومات أو في التقطية أو كذا هذا بداية ذانيا حاولنا أن نكون الصحبي على كيف يكون مستعد صحبي مستعدا للحمل الانتخابي لله يمشي فيها ولله يقطيها وهذا الاستعداد يدخل فيه استعداده الشخصي والنفسي واستعداداته هو كصحبي مثلا كونات في استعدادات تكون عنده كيف أجنده وكيف يعود يحتاطب بعض المعلومات عن الحملة من نفسها كيف المعلومات العامة عن البلد الحمد لله معلومات العامة عن الناس المتخشحات معلومات العامة عن عدد السكان معلومات العامة عن السجلات كذا كذا هذا الشيء لا بد من تنبهي في المعلومات العامة قاعد دائما للإعلامي أنه يكون دائما عنده معلومات عامة عن الشيء خاصصي والله يمشي خطي فكيف يحمل الانتخابية بهذا الحجم ويحمل الانتخابية رياسية حاولنا نعطوه نعطوه في التكوين على أن الصحفي لا بد أن يكون كيف ما عندك حالة ترفزها أصلا من شروط التغطيات الإعلامية الكبيرة كيف تغطيات الحاملات الانتخابية عنك يجب عنك تكوني الصحفي على المجال اللي ماشي فيه خاصة التغطية الإعلامية الانتخابات أنك تكونيه وكان هذا في علم مبدأ متميز عند الموريتانية عددته كوناهم يجب أن تود عندهم معلومات خاصة وأن يعد عندهم تثقيف شخصي أنهم يتقفون في المجال اللي ماشي فيه وفي المجال العام قاع الصحفي دائما يجب أن يكون على ثقافة عامة بياسر وعنده إلمان بياسر مواضع سواء في بلده سواء مواضع عامة لأن الثقافي الصحفي يمثل دائما من ثقة المواضع العام من أن يعد ما عنده إلمان بجانب وفي حالي قطيه ويعود ما اللي ماذا فعلا هو مفتح لعدة مجالات وثقافة نفسه ثقافة عامة بياسر من المسائل يكسر كذلك بتي ثقة ولكن دنيا عدد راسو يقول دي ثقة وخاصة بالحاملات الانتخابية نعم دكتورة بما جانب أخر هو قضية البرامج السياسية حاولنا عملنا لنباركم واللي في الدورة هاي الثانية فعلا نطرحوها لأنك انت دائما في الحاملات الانتخابية ما عندك لا تقارير ما عندك لا تقضيات اقتبارية خادقين أربع مثلا أربع أساسية في تقضية إعلامية في الحاملات الانتخابية عندك تدين قالوا البرامج الحوارية السياسية تقول تؤدي عن البرامج تقول تؤدي عن شخصيات سياسية المترشحة تقول تؤدي عن الجمهور يرأيو في هاي الترشحات وهاي مطرحوها في الساحة خارج شين قالوا كل أتو تديري فيهم اللي يؤدي شين مشاركين فيها كين قول الجمهور يطرح فيه نقاطه يخدق نقاش ما بين المترشحين أو ممثين وهذا نوع من البرامج هم اللي متميز وتلفزيون ينقاع متميز حتى عندكم اللي نموذج ناني والمقابلات الشخصية وبطريقة متميزة عن الشخص المترشح تطي فيها سيرته ذاتية تطي فيها حياته تطي فيها منطقته تطي فيها ياسم تطي فيها اشخاص تعرفي بيها كعود الجمهور دائما مثلا متمحرم مع المؤسسة الإعلامية فإنه دايما قد مالو ما يرضيه أو ما يبحث عنه هذا فيه كثير من الشيء فم الصائم اللي بعض التقطيات لخالي نقول لها نكروت واتوار والله نوع من التقطيات حاليا حديدة رست عراء المواطن ولكن يدخل قد يتعديها بشكل راقي ونعود لشكل برامج والله لشكل حوارات تجي ونشي بيها وتعود مالي تعدي بها برامج والله تتقفي بيها المجتمع العام عن هذه الحاملة اللي هي أنا نرى لأن التكوين كان في وقته وكان متميز جدا في المواضيع اللي نطلبت منه بصراحة وأصبحنا فعلا عن طريق هاي التكوينات أنا الصحفي ننصحهم من اللي نعود وعيدا عندهم الحس الإعلامي الصحيح وينتبهوا لهذه التكوينات يجبروا فيها مسألتين حتى تعود ناقصهم في المجال الأكاديمي اللي نقرروا فيه وعلى أننا نحن نحاول على أن نعطوهم مادة نظرية وفي نفس الوقت نعطوهم مادة تطبيقية حالا نعطوهمنا مواجه ويعدلوهن اليوم ما شاء الله هذه أهمية التكوينات اليوم عدلونا قريبنا خمس برامج ستة بالطرق متعددة نعم دكتورة كيف تم تعريف المبادل الأساسية لتغطية الإعلامية للانتخابه شوف هي تعريف كبير ولا ما يكفى عدلو في البرامجة بعد مبادل الأساسية تقوم أساساً أولاً مبدأ الأول عن هذا الحدث خاص تتعاملي مع حدث خاص تعريف الصحفي عن مواقاتي بضرفية خاصة بضرفية خاص وعند حدث خاص وعند حدث خاص في اللي ننترك معانك صحفي طبيعي أنت صحفي لا بدون تعود صحفي شامل يلا قديت بالحدث خاص مدى القاضي يتحرم أنك تمرش بالشخصية خاصة وشخصية سريعة ومتميزة ودائماً قاعد يتخصي يتخصي الأركاتي المريد ثانية من أنت توزع هذه التققية أنا متأكد أنها لأنه تبحث ودوري عددها المسالة الإعلامية الآن طبيعية عن صحفي شامل شامل ليك معناها أن يعود هو من نفسه يسوى معه مصور يسوى معه مخرج يسوى معه فني وعود هو مولي شخص يشتوني فساساً متكونة تكون صحفي شامل يكتب ويعدل تقارير ويمونتي وعنده حس إعلامي فني مولي يطرح فيها رأي لك هذا جانب الجانب الأخر أنك أنت عندك من مبادئ الإساسية أنك عندك كم هاي من الأخبار ومال المعلوماتين تعدمانك صحفي شامل توزيعك لهذه المعلومات بشكل متميز عن طريق مؤسسية إعلامية تعتبر مرئية ومسموعة ومثلا المكتب جهوي بعيد وعندك جمهور هك خاص وعندك جمهور مولي في عدة بيجات الخرى تقطيتك بشكل الذي يعد عندك دم المعلومات كامل ومتكون ومتحكم ولا تعطيه بشكل متميز والله تعطيه ناقص في بعض الأحيان طبعا هم عندهم تقطين ومياس المتحدات يغير من وجود ديك المكاتب أنا نعرف أنه يعطي معها التكوينات إذن تفضل سيد المجير فقط تكمل اللي ما تفضلت به الدكتورة صفية في الدورة اللي ما شحالا والدورة كذلك اللي انتهت من حوالي سبوع حرصنا على أن نغطوا مختلف المحاول التي تصل لموضوع التغطية المهنية للانتخابات عندنا محور الأساسي اللي هي التغطية المهنية للانتخابات كمحور رئيس عندنا التغطية الميدانية للانتخابات وما تطرحوه نكرهات وتحديات الصحفين المرافقين للمرشحين مرافقين وكذلك تغطية ميدانية على مستوى الولايات أصداء الحملة ثم الفرق الصحفية اللي تعود مرافقة كيف تقول المرشحين وهذه بطبيعة الحال عندها مهمة محددة مرافقة المرشح من بداية نشاط من بداية جورته إلى عوتل العاصمة اللي وقت تام الحملة لكن أيضا ثم التغطية المتعلقة بالمكاتب الجهوية وحتى هنا على مستوى المرشح متعلقة بمتابعة أجواء الحملة وإصداءها وأجواءها العامة بصفة عامة طبعا يدخل في ذلك المرشحين المرشحين وإدارة الحملات كل مرشح عندها وإدارة حملته على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهوي على مستوى كل ولاية هذه الأنشطة معنية بها المكاتب الجهوي أساسا وهذه الأنشطة يومية كيف تعرفوه تتطلب الجهد ما هو بسيط متابعة أول بأول ولا مقبول فيها طبعا ما مقبول تقصير أو زاد اللي خلال بأي نشاط له علاقة بالحملة في المجال مهنيا المطلوب من نعدل أن نواكب هذه الأنشطة كلها في التوقيت وفي المكان وزمال المناسبين وبن نقدم للمشاهد أصداء نجعله يعيش فعلا نجوع الحملة كما هي بكل مهنية وبكل أمان وبكل موضوعية إذن له نواصل لك المحاول الأساسية كيف ترك عندنا التغطية الميدانية للانتخابات ومن تطرح متعاديات عندنا اتزامات الصحفي في مختلف مراحل العملية الانتخابية هذا يشمل مرحلة ما قبل الانتخابات بدءا من مراجعة اللائحة الانتخابية ثم إعداد اللائحة المرشحين والله زال تقديم لفات الترشح ثم مرحلة الانتخابات أفوال مرحلة الحملة الانتخابية وطبعا تدخل بها الحملة بمراحلها كاملة وصولا لمرحلة الصمت الانتخابية ثم يوم الاقتراع ثم ما بعد الاقتراع اللي هو إعلان النتائج الأولية إعلان النتائج النهائية والطعون وردود على الطعون وإعلان النهائي للنتائج الهدف كيف تقلنا على أن الصحفي يعود في جميع هذه الحالات يعود مهيئ أنه يتعامل مع كل موقف ما يكتضيه ما يتطلب من استعداد للتغطية ومن مهنية ومن أمانة ومن نزاهة في تعاطيه مع أطراف العملية الانتخابية كاملة النقطة الأخيرة اللي اخترت النبهة لها الشرطة للدكتور صفي على أن عملية التغطية لا تتعلق فقط برجانة الإخبارية المتابعة الإخبارية اليومية فم برامج فم ندوات وبرامج حوارية معنية بمتابعة الحملة تستضيف مرشحين تستضيف نسؤولي الحملات على مستوى كل مرشح تستضيف حتى بعض الشخصيات السياسية الفاعلة ذات الصلة بالمشهد السياسي بصفة عامة ممثلة لكل الأطراف في تلك الحال سيتم المؤسسة حريصة كما تعلمون هذا مباب التذكير فقط على أنها تعطي لكل الفرقاء السياسيين الفرصة في أنهم عبر عن برامجهم بكل أمانة بكل حياد بكل استقلالية بالتساوي وطبيعة الحال هذا مبدأ بالضبط أساسي تماما إذن هذا هو اللي تتفاق إذن شكراكم سيد المدير الآن نشرك معنا مرة أخرى زميل الفاغة مدير مكتب قناة الموريتانية في ولاية أدرار إذن ننتقل إلى الشيخ الحميدي في ولاية داخل نواذيبو الشيخ ما هي المهارات الجديدة التي يتوقع المشاركون اكتسابها من هذه الدورات أو التي اكتسبتموها أنتم الذين أنهيتم أو نحن الذين أنهينا هذه الدورة نعم 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 زارة أنت كنت من المكونين صحيح نعم لا شكرا بأن كما تعلمين وأنت كنت من الحاضرين لهذه الدورة التكوينية أن هناك عديد الأبجديات وعديد المعلومات التي استفدناها من خلال هذا التكوين أول هو أننا استفدنا كذلك من تكوين من دليل صحفي حول تغطية الإعلامية أو تغطية الإعلامية على مستوى الوطني وكذلك هناك أيضا دليل آخر قدمته الدكتورة صفية حول أبجديات تغطية الإعلامية وما ينبغي أن يقوم به الصحفي في هذه الظرفية المهمة والحساسة استفادات كثيرة أنا شخصيا كنت استفدت الكثير من الأمور التي لم أكن على إلمام بها حول تغطية الصحفية ومن ضمنها كذلك ضرورة متابعة معلومات المترشحين وكذلك التواصل المباشر والدقيق مع منظمات المجتمع المدني وكذلك المراقبين الدوليين حول العمرية الانتخابية هذه أمور من بين أخرى استفدناها من هذا التكوين المهم والذي لا شك بأنه له ما بعده وأنه سيكون إضافة نوعية للطاقم الإعلامي على مستوى التلفزة الموريتانية الطاقم الإعلامي وكذلك الفني فهناك المصورون وكذلك الفنيون في المنتاج مراكز الأساسية في هذه الدورة التكوينية كان مهم رغم أن كل المكاتب جلهم حضر اليوم بقية المكاتب المشاركين في هذه الدورة التكوينية من مدارا وهي فرصة لنعبر عن الاهتمام الكبير الذي شهدته المكاتب مؤخرة من طرف الإدارة العامة شكرا لك الشيخ نرجع للفاغة شكرا الزميل الفاغة كيف هذه المهارات التي اكتسبتموها من خلال هذه الدورة تعزز من مهنية تغطيتكم للانتخابات أو تغطية المؤسسة بشكل عام للانتخابات الرئاسية أعتقد أن هذه الدورة نجحت أولا فيما يسمى أو يعبر عنه بتحريك المياه الراكدة ذلك أنها جمعت لأول مرة بين منحيين أو استراتيجيتين الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية النظرية التي كان البعض دائما يتقومونها حيث وامت بين النظر والتطبيق وما يعنيه بالنظر أن هناك كانت هناك مبادئ أساسية عن كيفية التغطية المهنية المتعلقة بالحياد والمضوعية والتوازن إضافة إلى أن التغطية المتوازنة التي يطلبها التلفزيون هي تغطية خاصة هذه التغطية هي ما حرصت هذه الدورة على الانشغال به من خلال التدريبات التي تم تكريفه الصحفيين بإعداد تقارير عن بعض نماذج من المهرجانات إذن هذه الدورة نجحت أولا في المزج أو المزاوجة بين ما يسمى بالمبادئ النظرية وكذلك التطبيق من خلال خبرة ومكونين كانوا بالأمس قريب هنا في قاعة الأخبار وبعضهم أيضا كان في قاعة البرامج ولعلهم لأول مرة ركزوا على ما يسمى في البرامج بالمناظرة المناظرة في تاريخ الإعلام السياسي العربي تعتبر موريتانيا هي أول دولة استطاعت أن تنظم مناظرة سياسية إذن هذه الدورات أو هذه الدورة أو هذه الدروس التي قدمت كانت الاستفادة الأولى فيها هو أنها كانت واقعية إلى حد كبير بمعنى أنها اهتمت فقط بالسياسة التحريرية داخل قناة الموريتانية إذن كيف تغطي انتخابات نزيهة وأنت تعمل في قناة الموريتانية إذن هذه الدورة زودتنا بالخط التحريري إضافة إلى ما هو مطلوب من الإعلام التلفزيوني لأن الإعلام التلفزيوني يعتمد على مكونين يعتمد على عنصرين العنصر الأول والمتعلق بالمصور وكذلك اللقطات الفنية والثاني يتعلق بالكتابة من خلال إعداد هذا التقرير الذي تراقبه الهابا ويراقبه القطاع الإخباري الموجود في قناة الموريتانية لا بد أن تكون هذه التغطية متوازنة هذه التغطية محايدة هذه التغطية تأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات والاشتغالات ولعل من جميل هذه الدورة أنها أثارت خلافا حول أي المدرسة نطبق هل نطبق المدرسة التقليدية أو نطبق المدرسة الحديدة وكان البعض يرى بأن الواقعية تفترض أنه في التقارير الإقبارية لا يمكن الاعتماد على المقابلات أو ما يسمى بأخذ بعض المقاطع من المرشحين لأن هذا سيضايقنا شوي إشكالية فيما يتعلق باختيار الممسلين نعم هذا تقارير ما شاء الله إذن نرجع لكم ما زلنا شاء الله سيد المجير نواصل حول التأثير المتوقع الذي تتوقعونه أنتم كإدارة لهذه التكونات على نسب المشاهدة والمصداقية التي تكتسبها القناة من هذه التكونات أعتقد أن كدين تمشي برقص صحوية مهيئة مكونة مزودة بالمعارف الأساسية المطلوبة للتعاطي مع حدث سياسي بهذا المستوى من الأهمية أن في الحال لا يتتوقع لها نتيجة إيجابية ولا يتتوقع تفاعل إيجابي من الجمهور المتلقي بصفة عامة مع ما تقدم مع مخرجات العملية العلامية كما تعلمون نحن في عالم مفتوح فضاءات مفتوحة والبقاء اليوم والله المشاهد اليوم لا الأجود كلما كانت المادة المقدمة المادة التلفزيونية المقدمة الجيدة البدائي الكثيرة البدائي الكثيرة جدا ويكفي فقط لمس الزر لستي في حاجة حتى أنك تتناقل إجهزة التلفزيون تتحولي لمس الزر وانت قاعدة والله تاكي على مكانك تنتقل بين مئات بل آلاف القنوات التلفزيونية في العالم كله فضاءات مفتوحة هذه مسلمات بالتالي البقاء لا للأفضل من هون تأتي أهمية التكوين تكوين وتحسين الخبرة ومتابعة التكوين لأن هذه معلومات متطورة متجددة معناها تقنيات متطورة وبالتالي مواكفة أهم الأساسيات العمل التلفزيوني اليوم لمن يريد أن يحافظ على الحد الأدنى من المتابعة متابعة التلفزيوني أقصد يحافظ على جمهوره أنا أعلن لأن نعمل الدورات التكوينية كيف تقول لكم نحن من خلال تزويد الأطقم الصحوية بالمهارات الأساسية في المجال نعم سيد مجر وواصم من خلال تزويد الأطقم الصحوية بالمهارات الضروية اللي يجعلهم يتعاملوا مع المشهد السياسي خلال الحملاء الانتخابية بالمستوى المطلوب من المهنية من النزاهة من الأمانة من الدقة في نقل المعلومة من الشمولية في التغطية هذا يفترض ضميان حكس إيجابا على المتلاقي وعلى اتساع دائرة المشاهدين وعلى مستاقية المؤسسة نعم سيد مدير ما هي التوقعات حول دور القناة في المشهد الإعلامي الوطني خلال فترة الانتخابات المشهد التفزيزون كما تعلمون هي واجهة البلد الإعلامي بدون منافس وهذه المكانة تعززت خلال السنوات الأخيرة سنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة بفضل شمولية التغطية على المستوى لا مركزية التغطية على المستوى الوطني اليوم مختلف جميع ولاية الوطن توجد بها مكاتف جهوية وهي طبيعا يجعل التلفز المويتانية هي الوسيلة الإعلامية الأولى ويسمح لزملائنا والإذاعة طبيعا طبيعا نحن هم اللاتفاق ذاك المسيلة الإعلامية الأولى في مجال البس التلفزيوني المرأي المسموع طبيعا طبعا المرأي المسموع معناها التلفزيوني بالتالي تحصيل حاصل على أن نقول على أن ذا النوع من الدورات التكوينية كلما حرصنا على تحسين خبرات العاملين مجال التلفزيون كلما سعينا في أن نجعلهم يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال كلما مكنناهم من التقنيات المطلوبة في هذا المجال إياك يدوى عملهم بمهانية وبالمهارات المطلوبة طبيعا كلما جعلناهم أقرب المتلقي كلما جعلنا المتلقي أكثر صيلة بهم بالمؤسسة أقصد بالتقرزة وبالتالي يرفع ذلك من أسهم لدى المشاهدين في السبع عامل إذن دكتورة صافية أنا بداية قبنتيني في الوقت بتيارتك ولا المرسلة ترجع لي أنا باللعاق بك خرصمني قبيلا أراني أنا خرصمني خرصمني قبيلا أطاتك أطاتك الحديث مرتين إذن ندخل مباشرة دكتورة كيفية تقييم مدى استفادة المشاركة من هذه الدورات شوفي بالنسبة للتقييم إحنا أولا ظلتنا نعرف على أن التلفزي الموريتانية في الحملات إن شاء الله والانتخابية القادمة الرئاسية على أن لا يتعود عندها نتمحها ورساسية التقطية وليه تقوم عليهم وأعتقد أن هذه الدورات التكنية يدور يحسنوا هذه التقطيات أولا عندك أكيد أنتما عندكم خطة يقرب حسب العمل الإعلامي المعروف أنه يتعود فم فريق مرافق للمرشح هذا هو أول جانب الجانب الثاني أنه يتعود عندك حصص مجالية متقادي في المرشح حين كامل هي توردها تقوم بجودة وتنظيم لذيك الحصص المستدرات الثالثة هو لذي ينقال له التقارير اليومية لتعدل الموريتانية الحمد لله التقارير الأخبارية في نشراتها عبارة عن ثلاث دقائل أو أربعة تعدلهمية من إنتاجها هي ومن إنتاج فرقها هم اللي عن المرشحين وعن الحمد اليومية هذا طبعا زايد بكثير من النشاطات من الضرامج ومن هذا اللي يتعدل يقال هذا وبعد النقاط الثلاثة وهذا العمل الثلاث إذا هو أنا أعتقد أنه أصلا سابقا كانت الموريتانية لا تتميز فيها لأنها تختير تعدله بشكل ملتزم وبشكل ماشي على خط تحريجي معين بدون القبن بدون أن تخلي حد ما يعطي تحسطه وتعود حالة حتى أنها يكون تتقن المجال الإعلامي إذا معروف عندنا أننا نحن هذه المؤسساتنا الإعلامية الرسمية يحاولوا أنهم يدوروا البلد في صورة متميزة من عالة اللي ينقاول المشاهد وأنا مع نقل معلومة إلى المشاهد اليوم زايد باش زايد بأولا كانت الفكرة التكوين عن دارة الموريتانية فكرة متميزة وسباقة فيها التلفزي الموريتانية بكل صراحة وأنا باركت عليها باركت المديرة عليها بيهل لي كانت حالة نفترة شفتي التكوين الإعلامي نحتاجه لبسوكي مستمر يقال المولي أنك تعرف لا يوقف مولي تمدام لا يوقف تمستمر بهذا خبرت الصحابي منين تنزاد يوميا ينزاد المعلومات عند الصحابي وتنزاد الخبرة وتنزاد البداع في المؤسسة نحن نظرك عندما هذا التكوين متأكد أنا عند اللي ينقال وهو الشباب اللي في المكاتب والشباب اللي هون ذاللي ساركت عنهم أكيد فهم التحسين لا يخلق في المادة الإعلامية المقدمة هذا تكدي منه فمن وقت أخرى عن أنني نقال له التقطية حالا في الحملة عن أن الموليتانية كانت عند الموليتانية وعند الجمهور الموليتانية ينتظرها دائما أنها لا يتقدم له الحقيقة أو يتقدم له المشهد السياسي الطبيعي والعالم اليوم لا يتقدمه بشكل متميز لأول مرة موجودة مع تغطيات اللي ماشيين متلافق مع المرشحين لهي يخرج الحمد لله تزاوج المعلوم وذلك تزاوج لهي يعطي هون ميزة معينة في المادة المقدمة بشكل جيد ألا فهم نقطة تمام نتاولناها سوية نقطة مهمة يجب أن نأكدوها اليوم في مقابلتنا هذه في البرنامج وأكدناها في التكوين هي قضية روح الفريق وقضية عليهم يعود هناك نوع من التفاهم الكبير وشفناه مطلوب من نوع الشباب المطلوب ما بين المصور والصحفي والفني الحمد لله لن يشكلوا هذا فريق ناجح بالنسبة للعملية نعم دكتورة سيد مدير هل هناك خطط لمتابعة الصحفيين بعد انتهاء هذه الدورات متابعة الصحفي على كل حال احنا الوثقة تامة بأن هذه الدورات تكون ينهد وتعطي نتاج مؤمل منها متابعة الصحفي ستتتم بطبيعة الحال من خلال مخرجات العمل من خلال عمله اليوم الذي نشوفه على الشاشة من خلال البرنامج الذي يقدم من خلال التقارير التليزيوني الذي يقدم والطبيعي والمنتظر والمتوقع على أن تنعكس هذه الدورات إجابة على أداءه اليومي من خلال ارتزام بالمعالي التي تم تحديدها القواعد والضوابط التي تم تحديدها مقبل الأساتذة المكونين مقبل طاقة من الشراف والتكوين الصفة عامة ونحن على ثقة تامة بأن زملاء الصحويين المشاركين بهذه الدورات التكوين أنهم لا يعودوا على مستوى التحدي ولا يبرهنوا على مستوى استفادتهم من هذه الدورات التكوين وهذا طبيعا الحال هو المؤمل هو المجرد دكتورة منظر أن تم استعراض نماذج للمتدربين وكيف يمكن استخدام هذه النماذج لتحسين الأداء نحن عدلنا نماذج بعد نحن جانبنا العملي الذي نعدل وعدل الأستاذ تقير الله عدله على تقارير وعطيناهم نماذج حالا ورد كانوا متميز وبدون مجاملة هم والشباب على المستوى وخاصة أعلانينا التمس فيهم كاملين كثريتهم خاصة منهم على المكاتب التمس في صحفي الشامل صراحة يقول لكلهم عنده تحدي يتقاد في مجال معين وعلى مكتب ويلود الإبداع ويلود وكيفية وخاصة التقارير في الحامل نحن حاول نتخصه في المجال يغالي لماذا نطفل ونعطوهم مبادئ الأساسية في علم الإعلام وفي نفس الوقت المالية عندنا هالو اليوم في البرامج عندك بلاتو وعندك برنامج الليلة ومضايق في الوقت وعندك وقت وطيط معين معين عندك الوقت إما 20 دقيقة أو 25 أو 25 أو 25 أو 45 وعندك حاولنا نطرحوا هذا نوع البرامج وكانوا في إذن أعطوني خمس نماذج أو 6 وكانت كاملة ومتمييزة حتى هذه نماذج وعندهم كانوا مخالقين نماذج جديدة وعلى الله يقول نقدر نعدل النماذج الفلاني هذا نحن حسين به عن المعناها عند التكوين تدخال الإعلام الشديد في برامج عنده الشباب عنهم سيد المدير كيف يتم تنظيم هذه الدروس وما هي تقنيات المستخدمة الدروس يتم تنظيمها كيف تشارت الدكتور قبل الشوي نحن عندنا في التكوين جانبين جميع من جانب النظري عبارة عن أروض يوم يتقدم يقدم هالأسات المشرفين على أفوان المكوينين وفي مجانب تطبيقي بطبيعة الحال تحت شراف ومتابعة المكوينين هو إعداد تقارير وبرامج نماذج برامج ونماذج تقارير ميدانية من خلالها نعرف مستوى الصحفي ومدى ارتزام أو مدى احترام المعايير المهنية المتعرف عليها في المشار طبيعة الحال الإخوة وهذا الشيء طبيعي يتفوته مستوياتهم لكن المؤمل وهذا هي النتيجة المتوقعة من هذه الدورات الصحفيين وكذلك البنيين وبالمناسب البنيين نحن سينا طيناهم ما يستحقوا نحن بصدد تنظيم دراتاكوني خاصة المصورين وفني المونتاج والمخرجين كذلك لأنه كما تعلمون الفريق التليزيوني متكامل يبدأ طبعا من الصورة لغير الصورة لا بدأ لها من مخرج ولا بدأ لها من فني صوت لا بدأ لنفني إضاءة والتليزيون عبارة عن صورة قبل كل شيء هذه المسلمات تلك الليلة لا أخص بالتالي نحن نحرص على أن عود التكوين تكوين شامل نكون فرق تليزيونية شاملة وطبيعة الحال الصحفي الشامل قلنا للسؤال عن كيف تقومون بتنسيق هذه الدورات لضمان تحقيق هدافها التنسيق إحنا التنسيق قصق مع القطاعات المعنية يا الله التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بالتلفزة مختلف الدورات بالتلفزة هي التي تحدد أولوياتها مجال التكوين ونحن على مستوى إدارة التكوين نتعاون نقوم ببرمجة ذلك الأولويات على شكل دورات تكوينية برمجتها حسب الأزمينة أو حسب الظروف الزمانية المناسبة تبعا مليل الانشغالات وحجم ومستوى الانشغالات على مستوى كل إدارة على مستوى كل قطاع مقطعات المؤسسة وبالتالي الهدف هو أن جميع قطاعات المؤسسة تستفيد وتتاح لفرصة التكوين وتتاح لفرصة تحسين خبرة العاملين بها إياك الجميع يمشي في نفس المستوى من الأداء والمرضي ما يتعلق بالمكونين يعني على أي أساس تقومون باختيار مكون معين والله مدرب معين المكونين نحن نحرصه في المقام الأول أن نعطو الأولوية للمكونين الوطنيين في طبيعة الحال ما هو أي مكون نقبضه نعتمد عندنا محديدات ومعايير واضحة معايير واضحة في هذا المجال هو الخبرة والكفاءة في طبيعة الحال التخصص المجال قبل كل شيء والخبرة والكفاءة والتجربة هذه أساسيات هذه ذوابت على أساس مختيار المكون وكما تعلمون خصوصية المكون الوطني لأنه أدرى لخصوصية البلد لخصوصية المؤسسة الإعلامية شغلات الصحفي تحديات لواجه الصحفي يوميا نحن كما تعلمون باستطاعة أن نجيبه هذا شرط مدير العام بعد اللقاءات باستطاعة أن نجيبه أحسن مكونين من خارج البلد لكن الواقع الموريتاني خاصة واقع مؤسسات الإعلام تحديات لواجه الصحفي بشكل يومي على مستوى أداء الميداني هذه عرفة الموريتانيين عرفة للمكون الموريتاني وبالتالي من هنا كانت تركيز والله كانت كانت إعطاء الأولوية للمكونين من أساتر زميلتنا الدكتورة صفية طبعا من خير من يعمل في هذا المجال زملائنا محمد فعل الأحمد العميد معروف أستاذنا وعميد المكاملين محمد قايد أستاذ تقوير الله لدهم زميلنا هذا بالمناسبة اللايحة طويلة قبل ذلك سيده النميس عندنا لاحة طويلة من المكونين الوطنيين لكن هذا لا يمنع بالمناسبة وهذا إن شاء الله هو نحن بصدده أن نستفيد مخبرات المكونين الأجانب كلما دعت الحاجة لذلك وبالمناسبة أسمحيكم شوي نحن الإدارة العامة التي تفضل جزاء الله خير حريصة أول ما جاءت من أول يوم أنها تفعل علاقات التعاون مع المؤسسسات الإقليمية والدولية المبتمة مجال التكوين على المستويين العربي وفي هذا المجال فات عددت اكتصالات ونأمل إن شاء الله أنها تعطي نتيجة في هذا المجال شكرا دكتورة كيف تساهم هذه المبادرات في تعزيز ثقة الجمهور بالقناة وبمهنية الإعلام قاع الوطني كامل شكرا هذه التكوينات التي تعزز ثقة بين الجمهور وبين المؤسسة وبين حتى المصدر اللي هو الإعلام المقدم المعلومة ومقدم الرسالة الإعلامية هو أنه لا يتطراله جودة جديدة في التقديم جودة في العطاء كيفية كفاءته تطور تقدمه من نفسه المؤسسة تقدم من الطرات المسائل المعينة ثاليا نشوف نحن من المسائل التي تنجحها للتجربة التي هي هنا في الموريتانيا ونرجعون المؤسسات الإعلامية كاملة عدروها هي أعلنها الموريتانية وكل صراحة وبدو مجاملة إدارتها ما هي فقط طرحة الفكرة تابع معنا الفكرة نحن نمو فينا الدور الماضية نشاتنا المدارة العامة وعدت معنا اجتماع عندما نقعد أرباح ساعات مفتوحة للمكونين وما سنحن نمودي على أننا نطرحوا العراض نطرحوا ملاحظاتنا نمو فينا من الشباب نطرحوا ذلك الدور وذلك الاستفاد وذلك اللي يحتاجون له وفتحوا المصطن هذه المسائل هذن هذن كان بآخر مميز جدا وخلي الإعلامي يبدع لأنك تسمع عني ونقشك وتخطع عني ونطرح منك وطرح مني وهكذا ونحن من طرحنا عليها المسائل فتحتنا الصدر وبتنال هذه الملاحظات أو النقص الموجود في الدورة والله ذاللي يطورها مستقبلا ووافقة عليه كامل وقالت أنهم مستعدد إذن معنا كثير نحن استعداد الشباب استفاد وليمشي منهم فات استفاد وكله عادت عندهم مصطرة معين حتى خارج بعض من السيلة طرح عدينا كثير منه يدل على أنه عد الإبداع فيشاور النس يمشي يعد يبداع وفيش يمشي عن خط التحريري والله يمشي عن خط فهذا يدل أنك عادت عندك أفكار وليه الطبق يه فتساورين فكثير منهم وما فيمشي ممنوع ولكن فيمخط تحريري يدل على أن المؤسسة عندها مكانة الجمهورها والمجتمعها والدولتها والخطابها والحوارها والخط التحريري الإعلامي نحن كامل نحترم مهما كان ومن ينقض ما هو خالب هو اليسطر ما يسمى بفوطة الإعلامية ويسطر ما يسمى بالحرية القير مطروحة توقف عن تحرير الآخر ويسطر ياسم هو دائما نخطر تحريري الرسمي في المؤسسة الرسمية عن نوع من التنمية الإعلامية المميزة التي تتماشى مع المجتمع ومع حياته بنظام ما هو بفوطة عنه هو موقع الصحيح نعم نشاركم معنا زملائنا في المكاتب الجهوية نختتم معهم الفاغ الفاغ ما هي أهم التحديات التي تواجهكم في عملكم الميداني بسرعة الفاغ أهم التحديات التي تواجه الصحفي تغطية الانتخابية أعتقد أن التحديات المطروحة هي تحديات المطروحة للعمل المهني في تغطية الانتخابية ولا شك أن هذه الدورة طبعا حركت كما يقال كرة الثلج وتدحرجت وسالت بعض المياه وكذلك أينعت أو كما يقال بعض المشارب من خلال هذه المجايلة إن صح التعبير وكذلك البوائمة بين النظري والتطبيقي وأعتقد أن المشعل اليوم هو على المكاتب الجهوية في تغطية انتخابية متوازنة ومحايدة وفق المعايير التي حددتها قناة الموريتانية هذه القناة التي تتحمل والعب الأكبر فيما يتعلق بالإخبار والترشيد والتعليم والتثقيب وكذلك المسؤولية الاجتماعية التي تحملها هي لوحدها في ظل تحديات كثيرة من بينها الإعلام البديل وكذلك التقنيات إذن أعتقد هذه الدورة جاءت في وقتها ونتطلع من خلال التوجهات التي أعلنت عن المدير العامة أن تتواصل وأن تستمر شكراً أعتذر على المقاطعة أنتقل إلى الشيخ الحميدي من داخل تنواذيبو الشيخ ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها في تغطية المهنية للانتخابات الرئاسية شكراً أعتقد أن أبرز التحديات التي تواجهنا بعد هذا التكوين هو تطبيق التعليمات أو النصائح والدروس التي استفدنا منها خلال هذا التكوين نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نوفق في التحديات مهنية وحيادية للانتخابات الرئاسية المقبلة جيد شكراً لك الشيخ إذن ختم معكم سيد المدير في هذه الدورات ما هي الخطوات المستقبلية التي تنوي القناة تأخذها لتعزيز دورها الإعلام طبعاً قالوا عن الوقت ما أترى منه وثواني بالتالي في الصراع ياكلم أعطر الدكتورة التلفزة الموريتانية من خلال دارة التكوين وتعاون حريصة على أنها تعزيز مكانتها والتعزيز مكانة ينطلق حتماً والله يمر حتماً خلينا نقول بالتكوين بتحسين خبرة والله الملان أعلن هذه الدرات التكوين التي نحن بصددها تتخفيز السياق اللي هو تعزيز المكانة الإعلامية لأي مؤسسة تطلب مخرجات إعلامية تستجيب لتطلعات المشاهد تستجيب لإهتماماته لإنشغالاته اليومية تخاطب المواطن البسيط بكل أمانة تعكس هموم وإنشغالات والتطلعات وبالتالي تعكس ما يستمع بإعلام القرن وهذا حقيقة هو اللي نحن نسعى في التلفز الملتانية إلى تجسيد على عرض الرغم شكراً سيد مدير الفضل دكتورة كيف تضمن هذه الدورات تحديث المعلومات والمعارف المتعلقة بالتغطية الإعلامية هذه الدورة بالاستمرار سيتحقق التحديث إذن شكراً شكراً عدنا والأحماليي مدير التكوين والتعاون بقناة الملتانية شكراً لكم شكراً لكم دكتورة صفية حباب أستاذة أستاذة في الإعلام ومكونة في هذه التكوينات التي تقيمها قناة الملتانية شكراً لكم زميل الفغة والشيباني مدير مكتب قناة الملتانية بولاية أدرار شكراً لكم زميل الشيخ الأحميدي مدير مكتب قناة الملتانية مدير المساعد لمكتب قناة الملتانية بولايتي داخلة نواذيبو شكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة تقبل تحياتي وتحيات فرق العمل وإلى اللقاء